إسرائيل والأمم المتحدة ودول راعية لهذا الاتفاق طبعا بالاتفاق مع الحكومة اللبنانية إنما إذا لم يكن من رئيس للجمهورية من الذي يفاوض باسم لبنان ومن يمنع انتخاب رئيس للجمهورية طيب سيد مارون السيد ميقاتي قال بأنه طلب من الإيرانيين التخفيف من عاطفتهم تجاه لبنان فيما قال نبيه بري بأن إيران لا تقف عائق أمام خطته لإنقاذ لبنان هل هناك شيء من التباين ينعكس من جراء هذه التصريحات لكل الشخصين ينعكس ربما بدوائر مختلفة حتى عن هذا الموضوع